مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب كما أيضا يسعدنا استقبال مداخلاتكم واتصالاتكم واستفساراتكم الأرقام بتبقى موجودة على الشاشة في وقت الحلقة طيب موضوع حلقة اليوم من الموضوعات المهمة جدا وهو بعنوان تطاول وتجديف على المسيح القدوس تطاول وتجديف على المسيح القدوس نحن كمسيحيين نعبد المسيح ونحترمه ونعلم جيدا أنه هو ربنا ومخلصنا بل هو أيضا رأس الكنيسة وهو وحده ديان الأحياء والأموات هو الذي يستحق الإكرام والعبادة والسجود فكل دوا كل دا مهم جدا لنا كمؤمنين فالمسيح بالنسبة لنا هو كل شيء لأن الحياة هي المسيح والموت هو أيضا ربح لكن قبل ما أتكلم عن الجزء اللي بيتهم فيه البعض الرب يسوع بأنه قد ارتكب خطايا وأنه لم يكن كاملا كما ندعي نحن حبيب أقول كام حقيقة مهمين جدا لكل الذين يشاهدون هذا البرنامج أول حاجة المسيح الذي نعبده هو حي فمسيحنا حي ولأنه حي فهو قادر أن يدافع عن نفسه نحن لا ندافع عنه ولا يمكن لنا بأي صورة من الصور أن ندافع عن المسيح إحنا ممكن نجاوب على تساؤلات ممكن نحاول نوضح بعض الأمور المشوهة ممكن نحاول نوضح بعض الحقائق اللي مش واضحة لكن نحن لا ندافع عن المسيح لسبب واحد زي ما قلت أن مسيحنا حي وقادر أنا الذي أحتاج إلى دفاعه عني وحمايته لي أنا لا أحميه ولا أستطيع أن أحميه فكيف لإنسان ضعيف محدود أن يدافع عن رب ملك الملوك ورب الأرباب عن إله حي الأموات هم الذين يحتاجون إلى الدفاع عنه والضعفاء هم الذين يحتاجون إلى الدفاع عنه فمهما أسأت إلى المسيح ومهما وجهت سهامك الملتهبة والشريرة نحو شخصه لن يقلل هذا شيئا منه ولن نحرق جوامعه ولن نقتل أبرياء ولن نتعدى وصايا المسيح الذي أمرنا بأن نحب أعداءنا ونبارك لعيننا ونصل لأجل الذين يسئون علينا أحنا مش نعمل ده كله لأجل سبب واحد أن المسيح قد أوصانا وقد علمنا المحبة حبنا للمسيح يدفعنا للتوضيح يدفعنا لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا نحن نحزن عندما يسيء شخص إلى المسيح نحن نحزن لكننا لن ننتقم ولن نرد الإساءة بمثلها منذ نشأة المسيحية والسهام توجه للمسيح منذ نشأة المسيحية ويوجد زي ما قال يحن أضاد كثيرين ضد المسيح سواء بأفكارهم بأفعالهم بجرائمهم بكل ما يفعلون ضد المسيح أين كل هؤلاء ماتوا وأغلبهم ماتوا في خطياهم وهيقفوا قدام المسيح ليعطوا حسابا عن كل كلمة شريرة وعن كل اتهام ظالم وعن كل تجديف جدفوه على رب الرب والسيد وليلين الذين افتقدهم المسيح زي بوليس الذي كان يضطهد الكنيسة محاولا أن يفنيها لكن المسيح افتقده وحولوا من شاول الترسوسي ليكون بوليس الرسول عبد ليسوع المسيح لما يطلع واحد ويعمل حلقة ويسميها خطايا المسيح أليس هذا تطاول على المسيح أليس هذا تجديفا على القدوس والبار هل سمعتم وعرفتم أن المسيح ارتكب في حياته خطايا هل ارتكب المسيح في حياته خطايا هل اشتهى هل زنى هل اختصب هل قتل هل انتقم هل نهب خطايا المسيح لما واحد يعمل حلقة ويسميها خطايا المسيح ما هذا إلا تجديف وافتراء على القدوس والبار هل طلب المسيح يوم من الأيام من الله الآب أن يخفر خطاياه هل طلب الغفران لنفسه ولا مرة ولا مرة في كل صلواته في كل المرات التي سجل لنا فيها الكتاب أن يسوع كان يصلي لم يطلب ولا مرة أن تخفر خطاياه قيل عنه الذي لم يفعل خطيئة ولا وجد في فمه مكر لم يفعل خطيئة ولم يوجد في فمه مكر قيل عنه أيضا عندما تحدى الجموع وقال لهم من منكم يبكتني على خطيئة ولم يفتح أحدهم فاه ولم يستطع أحد أن يجد فيه عيبا واحدا ليس فيه ظلمة البتة لأنه نور العالم هو الذي أيضا قيل عنه قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ فكيف لشخص ما أن يقول أن المسيح قد أخطأ ويصنع ويعمل حفلة ويعمل حلقة ويسميها خطايا المسيح يطلع شخص ويقولنا أن المسيح قد ارتكب خطايا ويفسر الكتاب على هواه ويفسر الكتاب على هواه ده اسمه عندي الإسقاط الإسلامي إيه هو الإسقاط الإسلامي؟ المسلم عنده مشكلة كبيرة جدا عنده مشكلة كبيرة جدا جدا وبالأخص المسلم الفاهم القاري للسيرة النبوية وللأحاديث النبوية توجد مصائب توجد خطايا توجد أفعال لا تمت بصلة للنبوة عن قريب أو بعيد ولا يمكنه أن يقارن المسيح بمحمد أو محمد بالمسيح وأنا من وجهة نظري ومن على هذا المنبر بقولها مرة واثنين وثلاثة محاولة مقارنة رب المجد برسول الإسلام هي تجديف بلاسفيمي على المسيح أنه لا يمكن أن يقارن بأحد في قداسته في بره في أعماله في عطياه في محبته في نقاءه في طهرته في تعليمه لا يمكن لا يمكن أن يقارن المسيح بأي حد من الناس فالجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله أما القدوس والبار فهو المخلص والفادي الإسقاط الإسلامي كلنا عارفينه أنه يريد أن يجد عيبا في المسيح لأنه كل الذي يعرفه عن من يتبع هي عيوب وضعفات ونقائص عش كده في سؤال مهم ليس سؤال واحد بل هي أسئلة مهمة ومشروعة ومن حقي بما أن المسيح إلهي اتهم بأنه صنع خطايا وفعل خطايا من حقي أن أسهل هذه الأسئلة وهي أسئلة مشروعة أسئلة كلنا ممكن نسألها وكلنا عارفين إيجابتها ونسأل هذه الأسئلة ونحن أريد أن يطلع في حلقة يرد على الأسئلة يعمل حلقة ويرد على هذه الأسئلة من الذي قام من الذي قام بغزوات وحروب قام بأكثر من 29 غزوة في 11 سنة يعني كل كام شهر كان بيطلع حرب قتل فيها من قتل وسبى من سبى مين أي حرب قام بها المسيح أي غزوة نظمها المسيح مع أتباعه من الذين قتلهم المسيح ومن هم الذين سباهم جاوبني إن كنت تجرؤ على الإجابة من الذي كان يفرد بالقوة أن يأخذ خمسة الغنائم لنفسه مين المسيح قال عن نفسه أنه ليس له مكانا يسند رأسه لكن مين اللي كان مليونير بسبب الغناء قال الكلام ده من عندي أنا مش كلام ده مش من عندي كلام ده أنت تعرفه كويس قوي كلام ده موجود في كتب السيرة كلام ده موجود في الكتب الإسلامية ولا أحد يستطيع أن ينكره بل بالعكس ده أوقات كتيرة الغرابة الغرابة إن أوقات كتيرة تجدهم بيفتخروا بهذا يعني اللي عملوا مصدر فخر لهم رفعة رأس زي الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي بيفتخر بيفتخر بهذه الأعمال شوف الفيديو ونرجع نعلق عليه قال نذهبوا فأنتم اطلقاء إلا إلا عشرة تسمع كلام ده من حد إلا عشرة تقطع رقابهم ولو تعلقوا بأسطار الكعبة إيه ده بيت الله الحرام الكعبة من دخله فهو آمن إيه طعرقبته ده لما دخل مكة كويس عمل أيه دبح كمل ليه واخدين جانب إن إحنا كدهم من ضربك على خدك الأيمن أأديله أفاك لا يا أخوي والله العظم أديله أفاك أبدا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم بمثل ما اعتدى عليكم على فكرة الراجل ده مش بيفتري الراجل ده بيقول الحقيقة الراجل ده فعلا بيقول حقيقة الراجل ده هو الصورة الحقيقية للمسلم الذي يريد أن يتبع كل ما قيل وما تعلمه من رسول الإسلام ومن الإسلام ده بالزبط ده الصورة الحقيقية هتقول لي متطرف لا 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 مش متطرف ده واحد أمين حب أنه فعلا يأخذ من رسول الإسلام قدوة في كل الأمور للدرجة أن كل ما قام به رسول الإسلام صار عنده فخر به وعزة كمل النوطة الوحيدة النوطة الوحيدة هو هو بينادي بالجهاد ده كويس طبعا لأنه هو بينادي بحاجة إسلامية صح أنا سؤالي للشخص اللي زي ده وغيره هو أنت ما روحتش ليه سوريا ما كنا ارتحنا منك كان العالم ارتاح من شرك بدل ما أنت مش لاقي مكان النهاردة يقويك قطر ترادته مصر محكم عليه عنده عليه أحكام تركيا رفض تلفيزا بتاعته لأنها طبعا ما تقدرش تديله إقامة علشان هي عضو في الناتو رفضت أنها تديله إقامة شرعية تسع سنين هو بيحاول ما تروحت لدلوقتي روح سوريا جاهد ما روحتش ليه جاهدت في البلاد الإسلامية ما هي ليبيا مفتوحة طب فين عيالك هتلاقى كل عياله ده اللي بينادي بتعاليم الإسلام هتلاقى كل عياله في مدارس أجنبية اللي منهم دكتور اللي منهم مهندس اللي منهم وما يبعتهمش للجهاد يبعت أولاد الفقراء للجهاد لكن هو وأولاده ما يبعتهمش كمل بس تقوله تقوله ما تبقاش جمال وانت بالدريه بالدريه ليه انت رجل مجاهد ولا مش مجاهد الله في صورة الصف يا أيها الذين أأمنوا انت مؤمنوا ولا لا يا أيها الذين أأمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم أي العمل أفضل يا رسول الله نقطة دي مهمة جدا أي العمل أفضل لو أنا لو أنا النهاردة جيت وسألتك كمشاهد إيه هو أفضل أنواع العمل هتقوله العمل الذي فيه خير الناس يعني 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 فيه فيه معظم الدكاترة أنا مش أكلم على الكل عدد كبير جدا من الدكاترة بيخش المجالة الطب مش عشان الفلوس ناس كتير بتخش المجالة الطب علشان خدمتها للناس زي مجد يعقوب وغيره يقول لك أجمل أنواع العمل هي العمل الذي فيه تعطي ذاتك للناس خلوا بالكو بقى من إجابة رسول الإسلام بالله ورسوله إيمانهم بالله ورسوله وجهاد في سبيل وجهاد في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي نعم جعل رزقي تحت ظل رمحي تحيل بقى تحيل أمة الجهاد أمة بتقول لك رزقي تحت ظل رمحي يعني أنا بقى أقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى والربنا أكرمني بأخذ الغنائم بأخذ الغنائم من الأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قسم له الخمس في الغنائم فكان أغنى الرسول كان مليونير مليونير ناس بتقول لك كان بيشتغل إيه بياخد الخمس في الغنائم هو كان بيشتغل إيه بياخد الخمس في الغنائم مش محتاج يشتغل أنا الكلام ده مش من عندي ولا هو افتراء على أنا بردد الكلام اللي بيقول طيب ناخد مدخلة الأخت في ريال ونرجع نكمل موضوعنا أهلو أخ أشرف أهلو أخ أشرف أهلا بك عيني سلام ونعمة المجلس معك وأنا عارفة طبعا ربي باركك راح تكفي وتوفي عن هذا الموضوع أما هذا مجدعكم فالمشكلة الحرامي لما يكون حرامي يعتقد أنه كل الناس حرامية والكذاب يعتقد كل الناس كذابين والكتاب المقدس يقول هلك شعبي من عدم المعرفة لكن يا مجدي يعقوب صحيح اسموه مجدي يعقوب مجدي غنيم مجدي غنيم سوري ايش قابلي قابصله اه اه عفيا ما عرف لأنه الرب يباركك الرب يباركك معانو اي نعم وقت غنيم كيف هو الوقوع أمام يد الله الحي فانت حضرت جنابك اه اللي اللي دا تطاول على على سيدك وعلى ربك اللي هو الرب يسوع المتح له كل المجد انت حتى بقرآنك جاهل انا ما استشهد بقرآنك لان احنا ما نعترف انه كتابكم من عند الله لكن لانكم تؤمنون بي فانا راح استشهد من قرآنك قرآنك نفسه يقول بانه اصمت المسيح عن الخطيئة وقال انه غلاما زكيا واجمع المفسرون العلماء مثل الطبري والرازي والزمخشري ان كلمة زكيا تعتي تعني صافيا ونقيا وبلا خطيئة فهو هذا المسيح اللي دا تطاول عليه فالرب يرحمك لكن انت روح على رسولك الاخ اشرف الرب يبارك وراح يكفي ووفي والمفارقات هي مو مقارنة طبعا لا يوجد مقارنة لكن مفارقة لان ما في مقارنة بين السماء وبين الارض وبين الجحيم وبين الحياة الابدية لكن بسا قلك شغل كد انه رسولك كان يفتخر بقوة الجنسية فهل هذا بضميرك رسول من عند الله رسولك حرم التبني لان اشتهى زوجة ابنه ابنه بالتبني وحرم التبني واصبحوا اولاد الشوارع في الدول العربية الاسلامية بالمئات اذا مو بالالاف واكتر هو هذا رسولك وغيره وغيره وراح يجيلك رح يجيلك الاخ اشرف ويعطيك الدرس كله عن رسولك دروس كله عن رسولك حتى بلك توعى والرب يرحمك اشكرك اخ اشرف شكرا ديك اخت فريال انا دوبك سألت سؤالين من الذي قام بغزوات وبحروب وان الذي كان يأخذ الخمس من كل غزوة ومن كل السبايا التي كان يعني يحصدونها بعد كل حرب سؤالي التالت انا لسه بس الاسئلة بتاعتي الاسئلة المشروعة اللي بقول من الذي حرد اتباعه على قتل الذين سبوه او هجوه في كلام قالوا عليه كلام سوء ومنهم بنت مروان مين مين اللي عمل كده ده المسيح لكل المجد قالوله انت ببعلى زابول رئيس الشياطين تخرج الشياطين ولا مر المسيح رد الاساءة باساءة ده لما بطرس حبي دافع عنه واخرج سيفه وقطع اذن عبد رئيس الكهنة قال له ضع سيفك في غمده لان الذين يأخذون بالسيف بالسيف يأخذون ولمس اذنه وشفاء ولا مرة رد المسيح لاساءة باساءة قيل عنه الكثير قيل عنه الكثير وما زال لحد النهاردة وانت واحد منهم وبتقول عنه الكثير وتقول انه صانع واخطأ رد رسول الاسلام انه بعد حد يقتل بنت مروان اكتر من كده من الذي قام بزبح سبعمية او اكثر من اليهود وسبى النساء والغناء من بني كورايزة بعدما قطع ارجلهم وفقع عيونهم يعني بعدما قطع ارجلهم وقديهم دبحهم امر بدبحهم قلنا مين دبحوا المسيح يمكن ما نعرفش يمكن احنا جهلة بحياة المسيح يمكن المسيح قتل حد واحنا مش واخدين بالنا فنقدر نراجع نظرتنا لي ونغير وجهة نظرتنا نحو قلنا مين اخد مدخلة اخرى ابو خليل من الامارات مرحبا دكتور اهلا بيك مرحبا دكتور اهلا وسهلا بحضرتك شكرا على البرنامج الرائع هذا اللي عبيقول عن خطايا المسيح عبيخالف القرآن لان كلمة المسيح في القرآن انه ممسوح من الخطايا ايو وهذا الدكتور اللي حكى عنه وصفته انت وصف كامل تبع تركية والغنائم وهذا هو الاسلام بس انا عندي فكرة رائد اطرحت يتفضل محمد قبل ما يموت قال له نعطوني كتاب وقرطاص لأكتب لكم كتابا لا تضلوا من بعده ايو رفضوا رفضوا وعمر قال له نتركوه لقد هجر اذا هو لم يكتب الكتاب لو كتب الكتاب لا ما يضلوا صح؟ صح اذا من هم الضالين في سورة الفاتحة لو كتب لهم هذا الكتاب لا ما يضلوا ولكنه لم يكتب الكتاب اذا هم الضالين ما هو احنا كل سداني اخويا ابو خليل اشكرك اولا على مدخلتك ساعدت جدا بمدخلتك ربنا يباركك فيه اية في الكتاب فيه اية في الكتاب مهمة جدا بتلخص لنا كل ده هو ليه للمسلم ليه للمسلم يعني مش قادر يفتح حينه انه يرى يسوع المسيح وانه يؤمن بالمسيح وبالخلاص لان رئيس هذا العالم قد اعمى ازهن اعين غير المؤمنين ابليس يريد ان الجميع يهلكون مش يخلصون الله يريد ان الجميع يخلصون اما ابليس فهو يريد ان الجميع يهلكون وعش كده هو بيعمي عيونهم لكي ما يبصروا الحق عن شخص يسوع المسيح ده انا بقول ده انت لو عملت مفارقة يعني هات ورق او ألم حاجة بسيطة جدا هات ورق او ألم وخلي عندك ضمير وخلي عندك وعي داخلي وصدق واكتب عن ده واكتب عن ده اكتب عن المسيح واكتب عن رسول الاسلام وشوف وشوف شوف بعيونك وابصر بقلبك واختار ما انت تتبع طيب اخد مدخلة اخرى هلو هلو اهلا اخت ماري اهلا بك مساء الخير مساء النور اخ اشرف كيف تخير ربي باركك شكرا لك يحفظك شكرا من اجل تعبك ومحبتك للمسيح اخ اشرف انا عندي بس مدخل صغير اتفضلي مكتوب الهلكة شعبي لعدم المعرفة اول شي صح بعدين بعدين يعني انا فرد علي انو عيش بعائلة مسيحية وهن فرد عليهم انو يعيشوا او يخلقوا بخلفية اخرى بقى المسيحية مانا ويراته والاسلام مانا ويراته بس على الشخص المؤمن اللي بده يعيش حياة الامان حياة التقوى الحياة الصحيحة الصح بده يفتش تحتالي يوصل واللي بيفتش الرب واصمه اذا كان عنده صدق بقلبه انو يعرف الحق الكتابة ويعرف الحياة اللي بتودي للسماء ولا خلاص اللي يوصل للمسيح يعني 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 ما بدي يكون عنده جهة روحة ما بده ما بده يتكلم كلام هو هو بحد ذاته ما انو مؤتنع فيه عم تفهم علي أشراف يعني هو رب السماء والآد هو اللي بيعطيه حكمة اذا هو يريد او يشع ان يتعرف على الخالق اللي خلق هيدا المسكونة واللي أسسها بده يلتجي تحتالي يفتش عن الحقيقة بده يقرأ الكتاب المقدس عم بيحثوا بمسبة يعني اخويتنا من الغير خلفية يعني ما فيك انت تيجي تشارع بموضوع انت ما بتعرفه انا يعني فاقد الشي لا يعطي انا ما فيه شارع بأي كتاب بأي كتاب اذا انا مش درسه متعمع بهذا الكتاب ما بيقدر بدي صلي ترى بيفتح قلبي حتى لي هو ينور دردي حتى لي يعطيني روح تمييز ويرشدني الى الطريق الصالح المستقيم الذي يؤدي به الى الحياة الابدية واختبر المسيح محل الشخصي لحياتي ما فيه انا اطلع على تليفزيون وشهر وشهر بالمسيح وافتري على رب السماء والأرض هيدا الاله القدوس البار المال منكم يبكتني على خطيئة ايه در حقيقية هو يعني ما فيه ما فيه الانسان هيك يعني يكب افتراءات ويكب اضليل على الرب يسوع المسيح هيك لأنه هيك سمع أو هيك سمع من جده أو هيك أو اريه من القرآن هو هيك فسر عزوه ما فيه ما فيه الانسان انسان مسؤول أمام الله عم عم يتكلم أولا تخاف الله حتى لو كنت من غير خلفية الله تجدب على اسم المسيح بهيدا الطريقة هيدا الشي منه معبول أبدا ما عندك معلومات صحيحة دراس الكتاب المقدس دراس حياة الرب يصول المسيح كفعيش على الأرض بلا خطيئة قصبة مكسوفة لا يقصف وفتينة مضخنة لم يطفئ يعني هالإله العظيم اللي تحملنا وتحمل خطيانا ومات من أجلنا على الصليب يا للعار يا للعار انه نتكلم عنه بهذه الطريقة شكرا حتى محترم غير الأديان نحن المؤمنين المحلصين اللي افتدينا والرب خلصنا ورحمنا من احنا إلا حفنة تراب نشكر رب اللي اللي بيننظر إلينا ورفعنا وعطانا حياة وحياة أصدر وحياة أبدية كيف يسترجع يا أخ أشرخ الإنسان وبيتجرع أنه يتكلم عن رب السماء والأرض بهذه الطريقة وعن جهل ما عندك ما عندك يعني الإدراك الروحي لأنه فعلا زي ما الرسول بوليس قال أنه إبليس أعمى أعينهم أذهان غير المؤمنين نعم لأ تضيق لهم إنارة مجد المسيح بزبط أخ أشرح بدي أقول لك إذا أشرح تفضل إلا تفضل فإحنا يعني بنصلي لأجلهم أنه الرب يشيل هذه الغشاوة من على عيونهم أمين أمين باسم المسيح نحنا منحبهم نحنا منحبهم والرب ما خلق العالم ما خلق الإنسان تحتالي يروح للأجهنم النار لعب لي سلمعدة لعب لسهم هلأ اكتو الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ما بيريد حدا يكون من أبناء الهلاك بل بالعاك يتكن لهم حياة ويأيكم لهم أفضل بقى ما يطلعوا ويشارعوا هيك عن جهل عن عدم معرفة شكرا لك وعن جاد أخ أسرف ربي بارك الرب يباركك الرب يباركك ونشكر الرب من هجل المحب أمين اللي بيتحملنا نشكر الرب يسوع لأنه حمين مجبول بالمحب ونشكر الرب يباركك وبيعطي فرص بيعطي فرص لكل لون وكل دين تحتالي يتعرف عليه يعني عم يطلع يكلمك يا أخ أشرف يعني هايدي فرصة لإله حتى من الرب تحتالي يتعرف على المسيح الحقيقي اللي هو لأهو يقلص بحده وما في حدا غيره لا خلاص إلا بربنا يتعرف المسيح شاءه عم أبو آمين وبعدها والرب يظهرون ذاتهم ويقنعهم ويقنعهم بشخص المبارك دعا الرب يقدر شكرا لك شكرا لك على مدخلتك يعني والآية اللي جات في ذهني وحضرتك بتتكلمي إنه إنه الإنسان فعلا اللي بيطلب الرب بيجده تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلوبكم ويجي وقت من الأوقات هنقف كلنا قدام الرب وكل واحد فينا الرب هيقوله أنت بلا عذر أيها الإنسان مش لأني تولدت في أسر من أسرة مسلمة يبقى أنا ده خلاص لأنه الإيمان بالله هو البحث الحقيقي عن الله إنت لازم تبدأه كشخص أنا ما صرتش مسيحي لأني تولدت في أسرة مسيحية في كثيرين مسيحيين هيهلكوا لأنهم مسيحيين بالإسم ما نومش علاقة بالمسيح كويس لكن لازم أطلب الرب ولازم أبحث عن الرب ولازم أنه أقف قدامه يوم أقف قدامه أكون استخدمت ما أعطاني الله من وسائل وإدراك وفهم وعقل أن أنا أفهم وأدرك هكمل الأسئلة بتاعتي لأن الأسئلة بتاعتي أسئلة مشروعة زي ما قلت وأنا لا أسف أحد ولا أتهم أحدا زي ما هو اتهم المسيح بغير حق لكن أنا أذكر حقائك من الذي أرسل عبيده لمنزل سويلم اليهودي فأحرقوه على من فيه أحرقوا البيت على من فيه من الذي امتلكته الشهوة فدخل على مسبية في حالة حزن على قتل جزها وأبوها وأخوها دخل عليها في الطريق لم يهدأ حتى يعني تكمل أيام حزنها من الذي تزوج بطفلة عندها تسع سنين تخيل أن أنت تاخد طفلة البيت اسمه قتل للطفولة قتل للطفولة ده لو مدرس هنا مدرس أقام علاقة مع طالبها في السنوي عندها سبعة شهر سنة بحط في السجن ماذا الحقيقة أنا عاش في ده تسميه إيه من الذي كان سبابا وشتاما أنا مش بجيب من عندي على فكرة ولعن وسب رجلان أتوا إليه وكلما سبوهم ولعن من الذي أعجب بزوجة ابنه ولم يهدأ حتى طلقها فتزواجها ولغ التبني بعد كده تبني اللي هو فكرة جميلة إلهية أن الإنسان المحروم من أم ومن أب ممكن أسرة تتبنى تعتبر واحد منها ويعيش فيها كفرد من أفراد الأسرة مين اللي بعت جنوده مين اللي بعت جنوده تخدوا امرأة مسنة وربطوا إحدى رجليها كل رجل بجمل وشقها من المنتصف مين هل المسيح قل لي قل لي ماذا فعل يسوع هتقول لي آه المسيح كان عنصري بجد يعني هذا الشخص اللي عمل حلقة بيتهم فيها المسيح أنه سب وأنه أهان المرأة الكنعانية مع أن الموضوع ده ناقشناه واتكلمنا عنه لكن كأي معلم التكرار بيعلم الشطار هتكلم مرة تانية عن هذه النقطة المرأة الكنعانية وهذكر النص كله هقرأه قدام عدراتكم يقول ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي سور وصيدة والسؤال هو ليه المسيح راح عند سور وصيدة راح يعمل ايه دي مناطق للأمم بيسكنها أمم راح يتفرج عليهم راح يتريق عليهم حاشة ولا راح علشان فيه امرأة هو عارف هتقابله هناك وفيه ناس عندها احتياج اللي وده هناك وإذ امرأة كانعانية مرأس بولينا في نقية سورية هي من حيث الجنسية بتاعتها كويس كانعانية من منطقة كانعان خارج من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا فلم يجبها بكلمة فتقدم تلميذ وطلبوا إليه قائلين اسرفها لأنها تصيح وراءنا فأجاب وقال لهم لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني فأجاب وقال ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فقالت نعم يا سيد والكلاب أيضا تأكل من الفتاة الفتاة الذي يسقط من مائدة أربابها حينئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعة ديب يبنى عليها حلقة كاملة عن خطايا المسيح وكأن المسيح لم يفعل ولم يلتقي بأناس طول حياته إلا مع المرأة دي ولم يشفي المسيح أحد إلا بابنة المرأة دي يعني كأن المسيح ظهر على السطح مرة واحدة في حياته كلها في هذه القصة وانتهى الموضوع فبنى فبنى عليها أن المسيح كان سببا أو سبب هذه المرأة خليني أبدأ بحقيقة مهمة وجود هذا النص في الكتاب المعدس يؤكد بما لا يحتمل أي شك أن كل الرواية المسيحية وما زكل في الأنجيل حق وصدق لأنه لو كانت يد التلاميذ تلاعبت ولو كانت الكنيسة تلاعبت في النص المقدس كانت تلاعبت في القصة دي كانت تلاعبت في القصة دي كويس لكن وجود القصة دي بالشكل ده كنص صعب علشان ييجي هذا الشخص في هذه الأيام ويتهم المسيح بأنه سب المرأة وجودها في الكتاب المعدس هو أكبر دليل على أن الأنجيل لم تحرف حاجة تانية لقاء المسيح مع المرأة الكنعانية يشبه إلى حد كبير لقاءه مع قائد الماء ده مش أول مرة المسيح يلتقي مع أشخاص من الأمم كلاهما من الأمم قائد المئة كان من الأمم في مطة أربعة وهذه المرأة كانت من الأمم كلاهما طلب من يسوع شفاء أحباء لهم أن يشفي غلام قائد المئة وأن يشفي ابنة المرأة الكنعانية كلاهما وهما من الأمم أظهر إيمانا عظيما لم يكن مثله في كل إسرائيل من الأمم كلاهما استجاب لهم المسيح عب أو غلام قائد المئة شفي وابنة المرأة الكنعانية شفيت خلينا ناخد جز جز لماذا هذه الرواية مسكورة في مت يؤكد مت أن مجيء المسيح من أجل خاصته دي حقيقة إلى خاصته جاء لكن في نفس الوقت يتماشى خدمة المسيح مع خاصته مع خدمته أيضا للأمم ودخول الأمم في الإيمان بالمسيح من أول إنجيل متى بنجد ذكر وجود أمم في سلسلة ناسا بالمسيح لو المسيح عنصري زي ما بياد داعي ضد الأمم لماذا وجدت من الأمم في سلسلة ناسا بالمسيح ألم تكن رحاب من كنعان ألم تكن رعوس مؤبية أمم لماذا ذكر متى عن المجوس أليس هؤلاء من الأمم الذين آتوا من الشرق ولهم نصيب في المسيح يسوع المخلص الذين آتوا من الشرق لكيما يسجدوا له وآتوا وسجدوا له ألم يخدم المسيح في سور وصيدة هو ذهب إلى سور وصيدة هو راح للأماكن اللي فيها الأمم هو افتقد من الأمم هو شفها من الأمم من قبل مش دي أول مرة ألم يخرج المسيح الشياطين من مجنونين كورة الجرجسيين الجرجسيين وشفاهم كانوا من الأمم قال الرب يسوع شوفوا كلام الرب يسوع في متة تمانية يقول أن كثيرين سيأتون من المشارك والمغارب كثيرين سيأتون من المشارك والمغارب ويتكئون مع إبراهيم واسحاك ويعقوب في ملكوت السماوات وأما بانوا الملكوت اللي هما اليهود فيطرحون فيطرحون إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصري الأسنان ليه وصري الأسنان ليه لأنهم لم يؤمنوا لأنهم رفضوا الملك كويس طيب أنا أكمل النقطة دي بس أخذ مدخلة من السعودية من خادم الرب سلام ونعمة أهلا وسهلا بك كيف الحال عندي بس مشاركة بسيطة على التعليق تسمح لي تفضل أولا بس أولا يعني في التوراة والأنبياء الاسم الذي سوف يعلن لو أخذنا ملوك واحد ثمانية ستة وزكريا أربع طاش وتثنية الاسم الذي سوف يعلم في الأرض وصوفيت مجد وقدوس إسرائيل هو قدوس إسرائيل إله إسرائيل هو فقط الاسم الذي سوف يعلم في الأرض لا أحد ثاني معه ثاني شيء حسب الإنجيل خلنا نشوف الإنجيل إذا كان يسوع بحسب الإنجيل قال لليهود أول شيء أنت الكلام بتقوله أنه اليهود يطرحون بره هذا كلام بحسب التوراة والأنبياء غير صحيح بحسب التوراة والأنبياء لأنه خلصهم بخلص أبدي لما أنت تجي تقول لي أنهم يطرحون في الظلمة الخارجية لازم تجيب الدليل في التوراة والأنبياء قبل العهد الجديد أو الإنجيل حاضر خلينا ممكن أجاوبك أجاوبك على النقطة دي أجاوبك على النقطة دي أجاوبك على النقطة دي طبعا هل لما بيكلم عن اليهود بيكلم عن اليهود اللي هيؤمنه ولا اليهود كجنسية لا التورا والأنبياء اليهود خلصهم بخلص أبد يدعاهم حتى لأجل أبا أبراهام فيتسخاف بيعكوف لما أنت تجي تقول لي إلا يكون لهم دقيقة دقيقة أنت عامل حلقة كاملة عن المسيح يعبد في عرف اليهود يقول له المسيح لا يعبد في العرف اليهود الذي يمجد اسمه إله إسرائيل فقط ويعبد أنا أقول لك عشان الوعد يكون أمين للبحث أنا على فكرة أنا من المرة اللي فاتت أحد من الإخوة سألني قال لي الأخ اللي اتصل من السعودية هو قلت له على فكرة ده يعتبر شهود يهوى من فكر شهود يهوى لا 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 هذه التهم دقيقة دقيقة هذه التهم اللي بيقولها كل ما أحد يواجه الحقيقة هي دي مش حقيقة هي دي تخرجني هي دي تخرجني برا الموضوع لكن أنا عايز أقول لك حاجة خلينا أقول لك حاجة خلينا أقول لك لما بوليس الرسول بيقول لكي تكسوا باسم يسوع كل ركبة من من في السماء ومن على الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآن ممتاز جدا أنت جبت الآية دي ممتاز أشكرك لما ترجع لإشعاية 46 و45 أعتقد 46 و45 أما للذي يسجد له وتحلف به كل لسان أيوة إله إسرائيل بس قدس إسرائيل يبقى المسيح هو قدس إسرائيل لا 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 تجي في العهد الجديد وتسجد البشر لإنسان هذا إذن معناته إلى إسرائيل غير كلامه يعني أنت مش بتؤمن بكلام بوليس الرسول لا أنا باك ترد علي بوليس الرسول خلينا منتقين بوليس الرسول لما إلسرائيل يقول في مزمور 46 بيقول أنه لا يطلب ذبيحة وفتحني بكريتا بالعبري كريتا أعطاني أذنين للسبلع يجي بوليس يضيف آية أعددت لجسدا بشريا سين ذي في المزمور إضافة لما الرب يسوع يقول في متى 11 تعالوا لي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم وفي نفس الوقت مو هذا الموضوع سوائنا مو هذا الموضوع هاجتاد مو هذه النقطة طيب أنا قدامي كم دي بس أسأل مخرج أنا بس أقول لك حاج طيب أنا الموضوع أنا لو عندي وقت أنا لو عندي وقت أنا عارف أنا لو عندي وقت أنا لو عندي وقت هقضي كله معاك لأنه أنا أنت تهميني أنت تهميني واللي أنت بتتراحه بس أنا أقول حاجة إذا أنت أنا همك أرد عليدي لما المسيح يجي يقول أنا إنسان كلمتكم بالحق وقال له السعود يقول أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم اخترع سالوت عشان ينقذ الناس طيب وطرس قال في يوم في عمل الرسل قال أنا رجل أنه رجل أيده إلاس بآياته عاجة هو على فكرة سويني سويني هو إنسان ما احنا بنؤمن أن المسيح إنسان لكن بنؤمن أن سويني سويني ما بيلغيش ما بيلغيش المسيح المسيح مش ظاهر لهم لليهود على إنه ملاك أنا إنسان أنا الكلمة صار جسدا الكلمة صار جسدا وحل بيننا طيب فكلمة كلمة إنسان كلمة إني أسرائيل لا تلغي لهوته لأنه اللي قال أنا إنسان قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن اللي قال أنا إنسان حي cannot يا حبيبي إليه إسرائيل بيقول أنا لا إنسان في هوش ليس للصورة هو موضوع ده موضوع ده بالنسبة لي مهم أنا بقول الموضوع ده بالنسبة لي مهم وكنت أتمنى أن يكون عندي وقت أتكلم فيه وأنا أسعيد لو حضرتك تكلمت في مرة أنت تقدر تصلي على الخاص أو صلك على الخاص طبعا بالتأكيد وفي نفس الوقت يعني يريد مرة قبل النص تعكد أنه هو لا إنسان وليس له مثيل إحنا نريد اليوم إحنا هنكمل إحنا أنا أتكلم بالعابد إحنا هنكمل شكرا لك حاضر طيب أشكرك فالأمم عشان بس نرجع الموضوع الأمم لهم مكان في خطة الله الأمم لهم مكان لهم مكان كبير في خطة الله وإن كان الخلاص هو من اليهود فلابد أن يخرج من اليهود لكن هدف الخلاص هو أن الجميع يخلصون هكذا أحب الله العالم العالم كل البشر كل الناس وعشان كده أتى المسيح لما نيجي للمرأة الكنعانية هي أمرأة الكنعانية هي أكثر الشعوب عداء لليهود لكن هذه المرأة أدركت أن المسيح يهودي زي ما المرأة السامرية أدركت أن المسيح يهودي ده مش بس كده هذه المرأة الكنعانية أدركت أن المسيح هو ابن داود أي أنه هو المسيح جابتها منين دي عرفتها منين هذا اللقب هو لقب يهودي تقول له يابني داود وهو لقب مسياني ليعرفين كل العهد الأديم يعرف أنه هذا اللقب لقب مسياني ولأنها ليست من اليهود فهي تدري جيدا أن ما تطلب من المسيح مش من حقه دلوقتي مش من حقه لأنه أتى المسيح لكي ما يتمم الخلاص لليهود واليهود يأخذ هذا الخلاص إلى العالم لكن دا ما وقفش عند كده فالخلاص من اليهود إلى العالم لكن لماذا تعامل المسيح بهذا الأسلوب القاصي ما هو كل المرة المسيح دا المسيح أوقات كتير ما كانش بيحتاج إلى دعوة أنه يشفي دا المسيح كان لما شاف المرأة الأرمالة بتبكي على ابنها تحنن وراح للنعش ولمسوا وأقاموا وردوا ليها ليه المسيح تعامل بهذا الأسلوب المسيح أراد أن يخرج أجمل ما في هذه المرأة يخرج أجمل ما فيها هو يعلم مدى الإيمان اللي عندها كأمامية وأراد أن يعلم تلاميذه أمر خاص بالإيمان اللي موجود في هذه المرأة أراد المسيح أن يختبر إيمانها ومن خلال ذلك يعلم التلاميذ درسين مهمة زي ما احنا بنسميها ديفل أدفوكيت يعني واحد بيقوم بدور المحامل الإدعاء أنه يدعي عليك حاجة عشان أنت تطلع اللي جواك مسيح أراد أن يطلع لجوة المرأة دي مسيح لم يكن أبدا يريد أن يعني يهينه أنا عندي ابني كان وهو صغير يحب الباسكتبول والنهاردة ما شاء الله يعني بيلعب باسكتبول كويس لكن هو صغير كان يحب الباسكتبول لكن أنا عندي ابني كان رقيق جدا يعني ما بيحبش العنف كويس وممكن يعني لو حد جيه أخد منه الكرة بالعافية ممكن يدهاله بس ما ينفعش في كرة السلة فكان عندي في البيت باسكتبول ملعب باسكتبول فكنت ملعب معاه وفي أعدادي وكنت دايما أنا أقول له زقني لعب معاه بعنف ما ينفعش تلعب معاه برقة يوم وراء تاني اتعلم أنه بقي عنيف أنه يمسك الكرة صعب أنك تاخدها أنه أنا لما أجي أمسك الكرة يحاول معايا أنه ياخدها بكل الشدة بعد فترة بعد فترة دخل وبيقي مع الهاي سكول في التيم الرسمي بتاع الهاي سكول طلعت منه اللي جوال لم كانش عايز يطلع المسيح عمل كده مع المرأة دي المسيح لم يريد أن يهنها عشان كده المرأة دي قالت له ايه نعم يا سيد هي اتفقت معاه قالت له إذا كان الأبناء بياكلوا فكمان الأمم لازم ياكلوا مش بس الأبناء اللي ياكلوا ده أيضا الأمم لابد أن يأكلوا وهي من الأمم هي ما قالتش أنه الأبناء بس اللي ياكلوا لا قالت له إن كان حق الأبناء أن يأكلوا فمن حق الأمم اللي هم غير مؤمنين أيضا أن يأكلوا الأمم لن يأخذوا مكان اليهود المسيح أظهر إيمان هذه المرأة جدا وهي المرأة الوحيدة اللي وصف فيها المسيح إيمان إنه عظيم كان إيمان هذه المرأة المسيح لم تخرج منه كلمة شريرة لم يسيء لأحد ولم يكن خطاء كما تدعي وتفترق على المسيح هو القدوس البار المرأة دي لها مكان في الحياة الأبدية لكن أنت لو استمريت في عنادك وفي شرك وفي افتراءك على المسيح لن يكون لك نصيب في الحياة الأبدية لن يكون لك نصيب في الحياة الأبدية اقرى الإنجيل اقرى الإنجيل وافتح قلبك وانت بتقرى الإنجيل تقابل مع المسيح الرب الحنان الذي وصف بأنه قصب مردود لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يدفي وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم